اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع ذلك نجد ان ساندوني كان يقاتل وكأن القتال متكوي من جولة واحدة فقط طريقة ضغطه وتقدمه ذكرتني بمايكل شاندر ضد بوريه وهنا اتسأل اعني انه لم يعرف ان لخصمه قدرة تحمل عالية وايضا خبرته في التعامل مع تلقي اللكمات وخير دليل هذه اللقطة هنا وايضا طلب القياتين من طلب بوريه في اكثر من المحاولة في هذه الجولة اعطى لخصمه التصدر والحصول على عدة فرص لانهاء القتال وهذا ما تم مناقشته بين الجولتين بحيث تم امره بترك المحاولة وتركيز على سرايكينج لانه متفوق بمراحل ومع ذلك عاد بوريه لنفس الامر وكأنه وضع نصب عينه اخضاع ساندوني بهذا الاخضاع بالذات معروف عن بوريه تهديد بهذا الاخضاع بحث خصمه على عدم الاستمرار بطلب الدبل لاك والسماع له بالخروج من الكلينش لماذا ذكرت هذا هنا لانه اثناء التبادل كما نرى معظم لكامات ساندوني لم تمر وتشاهدون جودة ديفع داستين ثم استعمال المحاولات الاخضاع للخروج من هذه الوضعية وهنا لما اصابه بيسارية مستقيمة رائعة عاد نفس الامر لهيطاء خصمه جرعة خوف مع تغيير وضعيته والخروج منها الى وضعية جيدة ليكون هو صاحب الضغط هنا انتهى كل شيء بهوك ايمن وانا اروع راسما لوحة بطلها ساندوني مرقع الارض اظن اننا وفينا وكفينا اصدقائي بالكلام على هذه الكارد الرائعة هذه نظرتي للحدث فشاركوني نظرتكم بالتعليقات كذلك اشتركوا بالقناة واضغطوا زر اللايك وكالعادة لا تنسوا اخوانكم من الدعاء السلام عليكم